موسيقى موسيقى اهلا بكم شهد العراق في الاونة الاخيرة عددا من الخروق الامنية المميتة في العاصمة بغداد رغم الاجراءات الامنية المكثفة وهو ما جعل البعض يتسأل ان كان تنظيم داعش قد بدأ يستعيد نشاطه رغم اعلان القضاء عليه وعن اسباب هذه الخروق الامنية يأتي كل ذلك بينما يظل العراق يعاني من مشاكل مختلفة تبدأ بالفساد ولا تنتهي بالطائفية نناقش كل هذه الملفات مع ضيف حلقة مواجهة لهذا الاسبوع بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق والقيادي الاسبق في التيار الصدري مستسبهاء مساء الخير مرحبا بك معنا العراق اليوم يعاني مشاكل هائلة على كل المستويات السياسية الأمنية المالية الاقتصادية الخدمية يبدو العراق وكأنه دولة فاشلة أو في طريقها إلى الفشل كان لك تغريدة قبل أيام في بداية هذا العام ترخص هذا الوضع بالشكل التالي تقول أقولها بصراحة لقد ثبت فشل الدولة التي بنيت بعد عام 2003 وهي غير قابلة للترميم فعلى قادتها أن يتحلوا بشجاعة ويشرعوا بإزالتها وبناء دولة ذات أسس وطنية بعيدة عن القومية والطائفية تقول أيضا دولة يكون لها جيش مستقل ليحميها ومبدأ للمواطنة يسود فيها وإلا فأنها ستزول ويكون مصيرها المجهول تطالب بإزالة الدولة بشكلها الحالي بشكل كامل وإقامة دولة جديدة اشرح لنا هذا الوضع شكرا جزيلا أخي العزيز وسلامي إلى جمهوركم الكريم تعرف يعني الدولة لا تهدم ولا تبنى وإنما الأنظمة فبالتالي الدولة العراقية كما تعرف قد تأسست منذ الواحد العشرين لكن النظام هو من التغير شهدنا أنظمة ملكية وجمهورية وبعدها نظام حزب البعث إلى أن 2003 واحتلال العراق ومن ثم تغير هذا النظام وفقا لدستور صوت على أبناء الشعب العراقي لذلك أن أقول المعارضة التي كانت تسمي نفسها معارضة قبل 2003 عندما جاءت إلى الحكومة أو إلى الحكومة وسلمت الحكم كثير من الأحزاب جاءت بمرة بشيء انتقامي ومرة أخرى بقلة خبرة ولذلك حقيقة خرجنا كثير من الكفاءات العراقية من منظومة هذه الدولة وحشيناها وحشوناها بعناصر حزبية من هذا الحزب ولذلك لم نكن أمام مؤسسات دولة حقيقية وخاصة الموضوع المؤسسة الأمنية يعني المؤسسة الأمنية عندما دخول الأمريكان كان هناك ما تعرفون حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية بكاملها ومن ثم موضوع اشتفات البعث حولنا كثير من العراقيين هم وعاولنهم الأعداء لهذا النظام الجديد الذي كان يحتاج إلى دعم جماهيري كبير أو واسع كونه كان نظاما ناشئا لذلك لم تكن للذين جاءوا بعد 2003 وأنا منهم طبعا لا يعني أنا من لا تقول أنا كنت جزء من النظوم بعدين واحد يأتي بيقول لم تكن لدينا نظرية يعني بحكم دولة ونظرية كذا استعملت العواطف وهذا واحد اثنيا كما تعرف الجمهور أو الغالبية ولا لا رد يتكلم بهذا الموضوع الغالبية سكان العراق من الشيعة فلم تكن هناك جسور مع الدول المحيطة بالعراق وهم بالغالبية التي تختلف والتخصير كان أيضا مننا وليس من الدول الأخرى ولذلك لعب كثير مننا من هذا الطرف أو ذاك على الوتر الطائفي فنعم كان له تأثير سلبي كبير بالداخل لكن انعكس أيضا على السياسة الخارجية ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد حد الفشل كما أنت وصفته أو هل هو الفساد هل هو التبعية للخارج هل هو مسائل متعلقة بالسلاح المنفلت والميليشيات وكل هذه الأمور أم ماذا تحديدا لا يعني هو يعني مثل ما تكلمنا قبل قليل هو عدم موجود نظرية بناء الدولة يعني عندما نكون أمام جيش لماذا لنكون لدينا فصائل مسلحة تحت خطاء هذه المؤسسة الأمنية وعندما يكون هناك فساد مثل ما تفضلتم فلماذا هناك ازدواجية بالتعامل مع الفساد الفساد بالعراق الموجود وانا قلتها أكثر من مرة وانا عملت في لجنة النزاهة أربع سنوات في مدلس نواب الفساد نعم موجود في الدولة لكن الفساد ليس فسادا ماليا أو إداريا وانما فسازا سياسيا لأن اليوم الأحزاب هي التي تسرق أكثر مما يسرقه هذا الموظف أو ذاك أو هذا المسؤول أو ذاك فبالتالي وتغاضي بعض الأحزاب عن الآخر هو الذي شجع أن يكون فساد فأصل الفساد بالعراق هو سياسي قبل أن يكون ماليا أو إداريا هذه مسألة مهمة دعني أسألك عنها بالتفصيل سيد بهاء لو سمحت لي يعني مسألة الفساد في العراق مشكلة مستعصية منذ 2003 وحتى الآن وهي مستمرة ولا يبدو هناك أي حل في الأفق لها العراق اليوم يحتل المرتبة 160 من أصل 180 دولة في العالم من ناحية الفساد من أكثر الدول فسادا في العالم فساد على كل المستويات في العقود في الميزانيات في كل هذه المشاريع الوهمية هناك لجان تشكل هناك تحقيقات نسمع عنها ولكن حتى الآن لم يتم ضبط هذه المسألة لماذا برأيك؟ يعني هذا يرجع لسببين السبب الأول كما قلت لك قبل قليل بأن الفساد هو أصل سياسي هناك إرادة سياسية تريد أن يبقى هذا الفساد لأنه عن طريق هذه الوزارات والمؤسسات التي تدير هذه الأحزاب هي التي تورد أحزابها وكان قتل قبل قليلنا حقيقة جميع هذه الأحزاب وأغلبها محترمة جاءت إلى العراق ولم يكن لها بيت مقر لها تستأجره ولم تكن لها سيارة اليوم عندها مناطق بذاتها يعني مقرات كبيرة وفخمة عندها فضائيات عندها هذا فبالتالي هذا الفساد الحقيقي علينا أن نبحث به هناك بعض الأحزاب اليوم ميزانيتها أكثر من ميزانية دول بسيطة مجاورة للعراق هذا واحد اثنيا المنظومة الرقابية عندما جاءوا الأمريكان حقيقة جاءوا بمنظومة رقابية تختلف عن واقع العراقي فلذلك ليس من المعقول أن تكون أكثر من جهة رقابية في العراق يعني عندنا مثلا ديوان الرقابة المالية وعندنا هيئة نزاهة وعندنا لجان في مجلس النواب ولزنة مكافحة الفساد تعدد هذه الجهات هذا حقيقة سوف يكون هناك تقاطعات في عملها وهذا يعني أننا لا نثق بهذه المؤسسة أو تلك لذلك نحن نقول عندما كان يعني في الدولة العراقية منذ نشواء كان أكو شيء اسمه الرقابة المالية ديوان الرقابة المالية هو كان يحدد الأخطاء أو التجاوزات المالية أو الفساد وحيلها للقضاء لذلك هذه الفلاتر أوجدتها الأحزاب من أجل أن يعني تعرف أن اليوم لما أكون رئيس هيئة النزاهة وأنا أتبع للحزب الفلاني أكيد أعضاء الحزب الذي يقومون بعمليات فساسة فلا حاسبهم أضب إلى ذلك الحزب الآخر لا يقوم بإقالة من منصب من رئيس هيئة النزاهة إذا أنا وقفت معا ولم أقفتها لذلك هذه الأمور يجب أن تخرج عن ساس السياسة أفوا هذه المسألة كانت سبب من الأسباب التي خرج من أجلها الشارع في أكتوبر 2019 أستاذ بهاء أوضاع متردية خدمات معدومة إلى آخره سقط قتلى من الشباب العراقي في هذه الاحتجاجات الحكومة استقالت وعود كثيرة تم إطلاقها ما الذي تحقق برأيك منذ ذلك الوقت وحتى الآن يعني إذا كنت تقصد منذ وقت التظاهرات حقيقة لم يتحقق شيء تحقق خلال الأيام الأولى من التظاهرات هناك خوف هناك خوف من المشؤول العراقي هناك خوف من الأحزاب من هذه الأصوات من أصوات العراقين التي كانت تعلو وكانت مخيفة لهم لكن للأسف الشديد هذه التظاهرات مرة اخترقت ومرة سيشت ولذلك لم تترك أثر لكن نحن قبل التظاهرات يعني التظاهرات هي محترمة والذين قاموا مغلبهم ناس محترمون لكن اخترقت والاختراق موجود داخلي وخارجي ومن أحزاب ومن كتل ومن فصائل هذا موجود ولذلك لم يبقى من هاي شيء لكن أنا أقول وهذا سؤال حقيقة محترم أنا أقول التظاهرات مثل ما تفضلت كانت فيه تشرين مقبلها يا أخي في خمسة أشهر كانت انتخابات لماذا لم تخرجوا للانتخابات إلا 17% من الشعب العراقي فبالتالي الخلل موجود عند الطرفين يعني الأبناء الشعب العراقي متمددين ويحشون على السياسيين وعلى أحزاب لكن بالانتخابات ما يروح يغير هذه المشكلة أنا أقول من مسؤول عن بقاها الأحزاب أو تهديمها لأنه أصبحت أصنام هو يوم الانتخاب أن تخرج وأن تدليب صوتك المحترم هنا أو هناك سأسألك بعد قليل عن الانتخابات التي كثر الحديث عنها في الأون الأخيرة ولكن هذا الحراك الشعبي الذي شهده العراق منذ أكتوبر 2019 هل على الأقل ترك أثرا لدى الكتل السياسية لدى المسؤولين هل أصبح المسؤولون يحسبون حساب للشارع منذ ذلك الوقت لا لا أكيد كان يحسبون الحساب كما تفضلت قبل قليل أن حكومة استقالت سيد عدل عبد المهدي استقال هذا واحد اثنيا هناك كانت دعوات وصرخات من أعضاء من الأحزاب بأنها سوف تكون هناك انتخابات مبكرة والانتخابات المبكرة كما تعرفون المفروض كان جرت من قبل سنة لكن عندما يأخذ الحزب أو المسؤول وقتا طويلا فبالتالي سوف يتجاوز هذه المطالبات لذلك عندما هدأت المظاهرات قامت نفس الأحزاب التي كانت تدعي بالانتخابات المبكرة أن تؤجلها كانت في حجيران دفعناها في تشرين وممكن أن تدفع أن لا تكون هناك انتخابات مبكرة لذلك أنا أقول طالما هذه الأحزاب ترى هناك هدوء في الشارع العراقي فسوف تتمدد الآن الأحزاب ذاتها تعمل كيف سوف تواجه هذا الجمهور الغاضب ولذلك اليوم عندما كانت هناك دوائر متعددة أو تغيير في قانون الانتخابات هذه كلها مقدمات لأن تكون أو تكون هناك معارضة أو حتى هذه الأحزاب الجديدة التي تسمى بالأحزاب أو الكتل المدنية والتي انبثقت عن مظاهر التشرين ترى كلها فرخت من هذه الأحزاب يعني ممكن أن يكون حزب أو حزبين هم حقيقة مستقلين حقيقيين أو انبثقوا من تشرين لكن هذه الأحزاب الجديدة هي انبثقت من الأحزاب الكلاسيكية وخاصة الإسلامية حتى يأتوا بوجوه جديدة لأنهم أيقنوا أنهم فشلوا أمام الشعب العراقي حول هذا الموضوع كان لك أيضا تغريدة ورأي حول سطوة الأحزاب الدينية وعلاقة ذلك بالفساد وبالظلم في العراق قلت في هذه التغريدة مفارقة أن تحكم أحزاب وتيارات دينية دولة فيسود في نظامها الفساد والكساد والظلم والاضطهاد ثم ينعكس ذلك على شعبها فتسداد حالات الانتحار وتنتشر المخدرات والموبقات ويزدهر الجهل وتفقد كثير من الأعراف فعن أي دين يتتكلمون فحتى لو بحثتم عنه في الهند التي تضم العشرات من الأديان لا تجدون أنت سيد بهاء كنت تنتمي لأحد هذه التيارات الدينية بين قوسين تتزعمها شخصية سيد مقتدى الصدر شخصية لها صفتان صفة دينية وصفة سياسية وهذا الأمر لا يقتصر على السيد الصدر هناك عدد من الشخصيات تحمل نفس هذه المواصفات ألا تعتبر أن هذه مشكلة هذه الازدواجية مشكلة في وصول العراق إلى دولة مدنية دولة ديمقراطية لا لا ولا هي تعرف يعني لا يمكن للدين أو السياسة حقيقة يجتمعون في وقت واحد لأن هناك نصوص لا تستطيع أن تتجاوزها في القرآن الكريم في السنة النبوية في أقوال وأفعال الأم عليهم السلام يعني أنا جاء أتكلم لك عن سماحة السيد لا أنا سماحة السيد على الرغم تعرف يعني والجمهور يعني أكون خلاف بيني وبين هذه المنظومة المحترمة التي عملت معها لكن أتكلم لك بسراعة البعض يقول أن سماحة السيد لديه مزدواجية بالرأي أو يغير رأيهما بين فترة وأخرى ولم يبقى على رأي هذا هو ما تفضل به سماحة السيد شخصية عراقية وطنية لكن المشكلة هو أنه هو رجل دين ورجل سياسي يعني أعطيك مثلا لما نجيب على التشرين أنا مواكب حقيقة التشرين دعمها لما دعمها دعمها المظاهرات التشرين أقصد دعمها بواعز وطني على الاعتبار هو مع التغيير ومع الإصلاح وكذا لكن كما لما كانت هناك جرائم وقعت فيه تشرين من المتظاهرين وقعت لك كثير منهم من دسين اللي يعني شربوا الخمر والتجاوزات والحرق وكذا اشتغل على سماحة السيدة الواعز الديني ولذلك وقف بالضد منها لذلك رجل الدين والسياسة الدين والسياسة لا يمكن أن يعملونه في آن واحد وإن عملوا فبالتالي سوف يكون هناك فشلا فشلا كبير لكن الحقيقة لا نقتصر خلنغادر هذه الفكرة أنا أجي أقول عندما نكون علم بناء دولة إسلامية يعني اليوم نفرق ما بين أحزاب إسلامية حكمت بعد 2003 ولا أبرئ نفسي طبعا حتى نكون صريحين أمام الناس وما كان حكم بعثي ديكتاتوري قبل 2003 كنا الآن أسمع حقيقة حالات انتحار يمكن بالسنة أو السنتين أو ثلاثة ما يكون اليوم عشرات الحالات باليوم الواحد كنا حقيقة لا يكون هناك يعني يعني اسم للمخدرات اليوم حقيقة محافظاتنا شبابنا لول الورود هذه حقيقة كثير منهم نسبة كبيرة حقيقة مهدرات اليوم حقيقة سبعين بالمئة سبعين بالمئة من الطلاب ما يدامون مدارس جهل فبالتالي هذه قلق قارن دولة الإمام علي أو دولة الرسول صلى الله عليه وسلم فبالتالي إذن نحن ليست بحجاب إسلامية خلنتكلم نحن فشلنا في إدارة مثل هذه الدولة طيب أستاذ بها خلينا ننتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالعلاقات العراقية الأمريكية العراق تربط علاقات وثيقة وعلاقات فريدة منذ عام 2003 مع واشنطن كان لك تغريدة بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة تقول فيها بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية فإن العراق سيكون أكبر المتضررين من تغير السياسة الخارجية الأمريكية التي ستترتب على نتائج تلك الانتخابات أولا هل تتوقع أي تغيير الآن في السياسة الأمريكية تجاه العراق بعد وصول إدارة بايدن إلى السلطة لا لا يعني تعرف أنت اليوم يعني اليوم هناك أولويات في السياسة في كل دولة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف دولة كبيرة فبالتالي أنا أعتقد يعني اليوم بايدن حقيقة ما أكو بأولويات إلا العراق ولا إيران ولا الشرق الأوسط اليوم عندها مشاكل مالية عند مشكلة كورونا عندها أزمة اجتماعية تركها ترام في الداخل ولذلك حتى اليوم سمعت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد حقيقة كان ليس مثل ما يتوقع الإيرانيين أو يتوقع الأبناء هذا المنطقة ممكن السياسة الخارجية سيركزون على الصين على اعتبار تهديدات لها ولذلك المرشعة لوزارة التجارة قالت بشكل واضح اليوم قالت أنه سوف تكون إن شاء الله واحدة تعرف اليوم قلت لك تمر الولايات المتحدة بأزمة مالية إذا كان هناك دفع من هذه الدول في الشرق الأوسط في الخليج أو في الدول بعض العربية لوقف تمدد إيران ممكن أن تتحرك دات مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مصالحها وين موجودة تروح لكن أنا أقول اليوم وين يعني انسحاب نتقلم بصراحة انسحاب أمريكا من العراق وهذا ما نرجع على تغريدية يعني تمدد إيران أكثر أن تكون هناك بالتالي العراق متضرر في كل الأحوال الحصار على إيران حقيقة سوف يكون هناك تبعية اقتصادية من العراق إلى إيران فتح الانفتاح أيضا إذن أنت تعارض الانسحاب الأمريكي من العراق وأنه كان هناك تخفيض كبير في عدد القوات سذبها هل أنت ضد فكرة الانسحاب الأمريكي في هذا الوقت على الأقل لا أنا أشوف أقول لك شيء واحد أنا تعرف قلت كنت رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان لسنوات لثلاث دورات وبعد ين نائب رئيس وزراء ولا كنت أفاوض في اجتماعات السياسية لخروج المحتل وأنا أول من طالبنا بخروج المحتل وكنا صادقين لكن اليوم حقيقة بهذه الدولة أو وصول حالة للا دولة نحن نحتاج إلى وجود القوات الأجنبية وفي مقدمة الأمريكية ليش لا يوجد لدينا يعني لا يوجد لدينا إخبارات حقيقية ولا توجد لدينا تكنولوجيا حقيقية ولا يوجد لدينا طيران حقيقي كدولة مثل العراق تحب بها المخاطر من كل جهة ولذلك اليوم عندما يطلع لي بعض الفصائل وبعض الآخرين يقول لك لازم تطلع الأمريكان يابا الأمريكان خلط أنع صفحة أمهم وخلطوا الأمهم لكن مشكلتنا الأمريكان اليوم فائدين أو ليس فائدين داعش داعش لما كانت في الأنبار وفي الموصل في هذه المحافظات العزيزة على العراق كان يقاتلون الأمريكان والحج الشعبي والدفاع والداخلية جنبنا لا جنب لأن أولا يعني ذول المقاتلين سواء شرطة أو جيش أو حج الشعبي كان يستقون معلومتهم الاستخباراتية من الأمريكان وكان الغطاء الجوي أمريكي فبالتالي لازمنا بحاجة لكن علينا أن ننظم هذه العلاقة لا يكون هناك تجاوز أمريكي على الوضع العراقي هذا يقودني للسؤال التالي ولتصريح لك قبل فترة تقول فيه أنك تؤيد الثأر لمقتل أبو مهدي المهندس بالعملية الأمريكية كان لك مقابلة مذاعة في ديسمبر الماضي قلت فيها ما يلي لنستمع إلى هذا المقطع ثم أعود لأسألك عن هذا الموضوع أنا أتمنى أن نأخذ ثأر أبو مهدي المهندس لكن نأخذ بالطريقة الصحيحة نعم حتى لو كانت عسكرية لكن ليس هذه بالطريقة طريقة ضرب السفارة ليس فقط السفارة الأمريكية هناك خشية من كل السفارات سوف نعيش عزلة عالمية أستاذ مهاء تؤيد الثأر لأبو مهدي المهندس وفي المقابل تريد بقاء القوات الأمريكية كيف تنسجم هتان المسألتان؟ لا أبدا أنت تنتبه على التصريحي واضحة اللي شغلت قبل قليل أولا أبو مهدي المهندس قائد عراقي ووطني خسرناه كثيرا لكن أنا أجلس أنت أقول أنه نأخذ بالثأر لكن ليس بالطريقة بضرب السفارة أو بخروج المحتهد أنا أقول دولة تأخذ الثأر متأخذ الفصائل المسلحة كل واحد يعمل على هواء تأخذ الثأر هناك مجلس هناك مجلس أمين هناك حاكم دولية ولهذا السبب يعني خسرنا هذا القائد حقيقة لكن لم تتحرك الدولة العراقية على المستوى القانوني راجع التصريحي وهذا في نفس القائد هشوه واضح وصريح أنا ضد هذه ضرب السفارة وغيرها فبالتالي أكيد أنا حقيقة أقول أن لا يكون أيضا اعتداء على القوات الأمريكية الموجودة في المساعدة العراق لكن الدولة العراقية تأخذ من اليوم ترام ارتكب جريمة كبيرة في العراق يعني أيضا قتل المهندس فقتل المهندس أيضا فيه اعتداء على السيادة العراقية فهذا المجنون علينا أن نأخذ الثأر منه هناك يعني 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 الثأر كيف سدب يعني كيف تطالب بالثأر وهناك قوات اسكرية أمريكية موجودة في العراق وأنت قبل قليل تريد أن تبقى هذه لأنها تؤدي مهام معينة هذا الثأر أنا حقيقة قلت لك إلقائي واضح وصريح الثأر يعني أن تقوم الشوكوفي لدى المجلس الأمن تقوم لدى المحاكم الدولية يعني اليوم تعرف يعني الرئيس الجمهوري أي رئيس دولة هو محمي وفقا للقانون الدولي من المسائلة لكن وين يعني شوف مثلا دولة السودان البشير سابقا كان هناك مذكرة وصدق الدولية لماذا؟ لأنه بسبب جريمة ارتكبت خارج اختصاصة ترامب ارتكب جريمة خارج اختصاصة وفقا للقوانين والدستور الأمريكي فبالتالي يجب أن يحاسب عليها هذا اللقصة بإثار إثار مو ألا أشياء البندقية وحارب الأمريكان اللي يعدم كلها للتكنيوجيا هذا مو ثار هذا دمار طيب أستاذ بها وزارة الخزانة الأمريكية في أواخر أيام الرئيس ترامب فرضوا عقوبات على رئيس هيئة الحجد الشعبي السيد فالح الفياد برأيك هل لهذه الخطوة أي تأثير على العلاقات بين العراق وبين الولايات المتحدة أو هل تتوقع أن يتم التراجع عنها الآن مع إدارة بايدن أولا هي ما لها أثر هذه العقوبات حقيقة وشخصية فالح فيها شخصية محترمة ولديه علاقات وتريدة مع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني وكل تقريبا الدول المحيطة بالعراق تفاجأنا بمثل هذا القرار لكنه أيضا كان رد فعل على معلومات خاطئة أنا أعرف بهذا القرار من كانت له حيتيات قبل أن يتخذ بعام كامل وهو لم يكن بناء على معلومات صحيحة ولم يترك أثرا حقيقة لوضع فالح الفياض ولذلك الأمريكان في ذات الوقت عليهم أن يتعاملوا مع العراق مع دولة العراق والعراقية بشكل أفضل حتى لا يكون هذا القر أو تستغله بعض الفصائل في تجيش الشعب العراقي لذلك عليهم أن يتعاملوا مع دولة عراقية سأقول قوية لكن اسمها دولة ومع شخصيات الوطنية لا يمكن أن يكون فالح الفياض مثل البقية الناس الذين يتجاوزون القانون هذا يدرك أنا باعتقادي بايدن يتمتع بعلاقات شخصية مع كثير من القيادات العراقية ومنهم فالح الفياض فممكن أن يترك وأنا باعتقادي التقية فالح الفياض هذا الأمر مهم بشكل حقيقي طيب أستاذ بها أخيرا كان لك تصريح أثار الكثير من الضجة حول مسألة التطبيع مع إسرائيل دعنا نستمع إلى هذا المقطع ثم أسألك في الوقت المتبقي عن هذه المسألة مهيئ 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 جدا كل الضرح مهيئة ينظر القرار وزيدك ألم ممكن أن يصدر بل تسألني أترجعك ممكن أن يصدر قرار التطبيع أو لو يعتم من نجف من بغداد من النجف وليس من بغداد لا تسألني بعد لا تسألني لا تسألني أستاذ بها كان هناك الكثير من الانتقادات على هذا التصريح من جهات كثيرة في العراق ما الذي قصدت بهذه المسألة وقلت أنها أخذت خارج سياق هذه المقابلة أود أن أفهم منك رأيك في مسألة التطبيع وكيف يمكن أن يأتي من النجف تحديدا يعني أبدا أنا حقيقة أولا البعض رد علي وقال أن النجف مقدس فلا يجوز أن تهاجب النجف النجف مدينة مثل أي مدينة في العالم أو في العراق لا يتوجد مدينة مقدسة نعم النجف فيها مقدسات فيها مقام الإمام علي عليه السلام فيها قبر سيد الشهيد الصدر الأول الثاني الحوزة الشريفة لكن مو كلها مقدسة فبالتالي أكيد هذا التعميم ليس بمصلحتنا علينا أن أفكر هذا واحد اثنين أنا هذا التصريح لم أتندم عليه ولذلك البعض أخذ يردده أخذ يردده بعدي حقيقي يعني اليوم حتى لو تتابع يعني بيانات سمحت السيد مقتد الصدر الله يحفظ الأخيرة أنه شير إلى التطبيع خوف من عنده فبالتالي إذن هذه موجودة هذا واحد اثنيا ولما قلتها لم تأتي من فراغ تأتي من معلومة هذه المعلومة ليس في الشرط أن الطرف المقابل قابل بها لكن وصلنا لهذه الحالة وهي رسالة كانت للتنبيه لشخص بذاته وبعينه هذا واحد اثنيا أنا اللي أقول لك بصراحة يعني اليوم إسرائيل عندما تعمل في تعرف يعني مو مثلنا كعرب وشرقيين يريدون أن يفعلون شيء باشر لا إسرائيل ممكن أن تشتغل بعد عشر عشرين سنة خمسين سنة ولذلك داعش وهذا الفساد وهذا التردي والجهل ولكذا هذا مقدمات للتطبيع ترى كلها مقدمات للتطبيع أستاذ ما أعتذر منك وإثنا شرف على الانتهاء نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ بهاء الأعراج نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي في حلقة جديدة الأسبوع القادم مع ضيف جديد إلى اللقاء